أحمد أخد رأيك برده في هذا الأمر بص كابتن اللي حصل ده تقدر تسميه الناس كلها بتقول نيات طيبة وبتقول حقيقي بتقول دي مكافأة من ربنا سبحانه وتعالى طبعا ده كله ده شيء يعني جميل جدا حدش كانت وقع لأنك انت أكبرت ملايين المصريين يتابعوا ممبراتي الهلال وصندون صحيح يعني شفت منظر الأهاوي الكافيهات الناس وقفت على رجليها في الشارع منتظر المطش الغاد من تي طبعا كان شيء مهم جدا لم يعد في الأمر يحتاج كلام وعاوز أقول حاجة لجمهور النادل آيلي وكل محبي عشاق النادل آيلي فهذه اللحظة دعكم ان كل ما يقال على السوشي الميديا ولا تنظروا ليه ولا تدعوا المباراة داخل مستطيل 11 لاعب وعاوز أقول حاجة جماعة بأمان الشديد والله احنا بنعيش فترات من منتهى الخطوة في علاقتنا كشعوب مع بعض يعني عاوز أقول ايه مش هنخلي مباريات كرة القدم اللي هي أصل للمتعة والإصارة والتنافس الشريف تتحول إلى مقتلة إلى تشويه ونقع في براسن خلافات حصلت لفترات كبيرة والخاسر احنا في النهاية لانه علاقتنا مع السودان الشقيق ما يربطنا ما يربطنا بالسودان يربطنا روح ودم وخوة وسيظل وسيظل وسيبقى رغم كل اللي بيحاوله يوقعه وعاوز أقول لك على حاجة هناك مش عاوز أقول آياتي وعناصر أخر رغبتها إنها تهز المسألة دي إنها تزلزل الكلام يا جماعة ده ماتش كرة اللي حصل في السودان أنا أستنفر بي قدرات لعبتي إنه هم يورروني إنه يكسبوا 3-4 في المراب ويلعبوا بكورة بس تركيزوا في الكورة إن أنا أبنع الروح الحقيقية للآله لابد أن تظهر ويظهر رد حقيقي على كل من حاول أن ينال من هذا الكيان الكبير غصر عن أنف أي أحد أراد أن ينال منه لن يستطيع أن ينال منه إلا على لعب الأهلي أن يردوا على كل هذا الكلام اللي يقيل التاريخ والكلام بأمانة شديدة الكيان مؤسف ما كنت أتمنى أنه يظهر لأنه لا داعي لأنه مباراة في كورة القاتل مباراة الجاية مباراة رجال كابتن إسلام مباراة حضاش اللعب عليهم مباراة هنا أن الأهل بالفعل هو الزعيم القار الأفريقي الحقيقي بالملعب بالنتائي بالأرقام بالبطولات بالكوس مش بالكلام على السوشال ميدي